اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أراحب بضفل في هذه الفقرة كابتن ناصر عباس هنتكلم معاه في كل الأمور التحكمية في الخاصة بمباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك كذلك كابتن ناصر تحديد كابتن إسلام وتحديد كل مشاهدي ومتابعة قناتنا الاهلي في كل مكان ونتمنى إن شاء الله نهارضاً يكون الوقت إن شاء الله نقدر نغطي الحدث كلها اللي حصلت في الفترة خليني أبدأ مع حضرتك الأول في إسناد هذه المباراة لتقم تحكيم مصري تمام تسمح لي أقول حاجة الأول كابتن إسلام يعني للحق يقال إحنا من ثلاث مواسم بالزبط حصل هجوم كبير جداً جداً على الحكام والهجوم دوت طال الحكام ذات نفسية من بعض عناصر اللعبة لدرجة إن في بعض الحكام كادت إنها تقدم اعتذار عن التحكيم من اللي يوقف في الفترة دي أنا أتكلم كلام بأمانة مش عشاناً موجود النهاردة النادي الأهلي مجلسات النادي الأهلي يوقف داعم وسانت في الفترة ديت التحكيم المصري إذن النادي الأهلي في البداية قبل ما نتكلم بس لما بيدعم التحكيم المصري مش بيطلو غير حقه والعدالة التحكمية كان داعم ومسانت التحكيم المصري في هذه الفترة الحارجة جداً اللي حصل فيها هجوم كبير جداً جداً نالت بعض الحكام في شخص الحكام الحاجة التانية إحنا هنا في قناتنا للأهلي وخاصة للسؤول التحليل وفقرة التحكيمية مش بنجيب الحالات التحكيمية ونكون قاسين على الحكام بالعكس إحنا نجي لحالات التحكيمية دات عشان ندي فرصة للناس نقول إن هنا من خلال القانون إحنا بنطور أداء الحكام إحنا بنساعد لجنة الحكام في نشر الثقافة التحكيمية في نشر قنون القرد القدم وبالتالي أي تعديل به كاتل الإسلام بنشرحه هنا دي مساعدة لجنة الحكام دايماً بنساند وندعم على الرغم من هناك فترة حصل فيها ضرب كبير جداً للتحكيم من أداء الأهلي تعرض لظلم لمسلمين اللي فات ولكن ما زلنا حتى الآن ندعم ونساند لجنة الحكام والتحكيم المصر ده مبدئياً عشان بس بقى لكل عارف اتفاضل كاتل الإسلام إيه رأي حضرتك في إسناد المباراة الأهلي والزمالك لتقم تحكيم مصر حاجة جميلة جداً جداً وعلى فكرة رؤيتنا هنا في سنة التحكيم كاتل الإسلام وأنا قلت أن أفضل تقم تحكيم كان متواجد في الأسبوع الأول هو كان محمد عادل حكم ميدان وكان الحكم مساعد يوسف البساطي وكان حكم الفوار كان أحمد الغندور في الأسبوع الأول في الأسبوع الأول أداروا مبارد الأهلي الإسماعيلي حيث كان فيه تفاهم جداً وأنا قلت ليه الأفضل لأن أنا أشتغل بالمعيير قلت أن المعيير أن الأفضل لأن كان فيه تفاهمة بالحكم الميدان وحكم الفوار قلت أن الحكم المتعد كان متماسي جداً جداً قلنا ده طاكم التحكيم اللي أعتقد توافقت رؤيتنا مع لجل الحكام في تعيينه لمباراة الكمة نعم وبالتالي يعني هم أداروا مباراة الكمة وطلعنا قلنا قد نختلف مع الحكم في بعض الحالات التحكمية ولكن بشكل عام نقولنا الحكم مر وأدار مباراة بشكل جيد هناك فيه أخطاء وانا قلت الكلام دوت على فكرة في التحليل الخاص بالفقرة التحكمية كان هناك أخطاء تحكمية في المباراة ولكن بشكل عام قلنا التحكم مر كابتن إسلام وأفننا المباراة وقلنا يعني بالتقفير للتحكم والفترة اللي جاية نقدر نطور من أداء التحكم المصري طيب أنا بس سؤال وده سؤال مني لحضرتك الكرة بتاعة أحمد سيد زيزو اللي جري فيها بعشرة متر وراح خبط فيها محمد مجدي أفش هل هذه الكرة تستحق كارتة أحمر ولا لا شوف كابتن إسلام احنا قلنا دايما العبرة هنا في حاجة عندنا اسمها الهمال التهور استخدام الكوة لزيد نعم هنا أنا شايف من جهة ناظر نحنا قلنا هذه الحالة ما كانش فيها صدام كوة زيدة أوي لأن القدم فلا تستحق كارتة أحمر هي بطاقة صفرة أقصى درجات التهور وبطاقة صفرة مقبولة في هذه الحالة حلو جدا اللي هو راكلة الجزاء التاني هل كان يستحق على الأولى راكل الجزاء طبعا مفيش كلام لأن هنا في تهور والتهور والتهور يستوجب حتى لو انا احتسابت راكل الجزاء يستوجب بطاقة صفرة في الأولى ولا في التانية في راكل الجزاء اللي تم احتسابها لأولى لأولى خليني نقول أنه خطأ بإهمال كان فيه ترافز لأرقلة من تحت لا ترتاقل لأن يكون فيها انزار ولكن التانية انزار وجوب وكان يجب فيه الراكل الجزاء اللي هي عمر السولية لما دخل والراكل في البطن واضح جدا جدا وحنا قلنا هنا تسبب راكل الجزاء قرار صحيح ولكن كان يجب اشهر البطاقة الصفرة في هذه الحالة اللي هي خاصة بالمثلوسي الكرة الثالثة هي راكلة الجزاء يعني أنا سمعت تصريحين راكل الجزاء اللي احتسبت ضد نادي الأهلي سمعت تصريح من الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وهو بيتكلم على ان اللي عمل راكلة الجزاء هو حمدي فتحي هو الشد من فوق سمعت الكابتن محمد عادل حكم المباراة قال العرقلة من علي معلون وهو وقع على الأرض تمام طيب اعمل ايه كابتن اسلام انا اللعبة ديت فرقت عليها اربع مرات والله 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 في البداية انا رحت العلم علول وهو كان ساقط على العلم علم اقول العلم اللي هي كابتن هو مد رجليه وشاله استشعر بالخطر راح لامم رجلي تاني تمام مفيش تلامس مفيش تلامس تمام بأمانة تعال بقى نقول ان اليد من فوق كان حمدي فتح كابتن انا كان مهاجم النهاردة انا ممكن استغل التلامس او ان انا اللاعب يحط ايده على التشيرت ويحصل حاجة اسمها السقوط المصطنع لما نيجي هنا نشوف هنلاقي النهاردة مازال يعني عاد اللعبة كابتن اسلام بنحكي فيها هنا هنشوف هنا هنمشي مش هنا المخالفة خالص هنا لسه مزاية المخالفة لسه مش موجودة هنمشي هنمشي هنا مفيش هنا مخالفة ونمشي شوية كمان نمشي نمشي نمر نمر من فضلك هنا مفيش مخالفة خلاص كمل يا سميل لو سمعت كمل يا كابتن كمل كمل دي اخرها طيب فانا عاوز اقول ان ولا في عرقلة من تحت ولا في مسك من فوق وبالتالي لا يوجد راكل الجزاء انا قلت في التحليل الكلم ده ولكن احنا وقلنا بالشكل العام خلينا نعدي من هذه الحالة اللي اعتقد كان هناك راكل الجزاء صح لم تحتسب راكل الجزاء يعني احتسب بالخطأ وكان الفار كان يجب يا كابتن الاسلام كان الفار يجب ان هو يجب الحاكم هل الاحمد الغندور اللي احنا بنشيد به ما عندكش لقطة واضحة وعشان كده عملت كنفير مع مقر الحاكم ولا هل الامور كانت ماشية ازاي من وجهة نظري كابتن عادل مراحش كابتن محمد مراحش بس وهو لا هم ما استدعوش يعني احمد الغندور ما استدعاش محمد عادل فيها زي الحالة لكن انا من وجهة نظري لما يطلع ريس لجن الحكام يقول ان الخطأ تم احتسابه على لامسة اليد والحاكم يطلع يقول حاجة غريبة جدا ان دي مشكلة كبيرة جدا 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 وده يديك ان فيه عدم انضباط عدم انضباط لان لا يجب على الحاكم اطلاقا مهما كانت الظروف انا معلق باج الفيفا انا باتبع الفيفا حتى لو جاء للتعليمات ان انا اطلع ادي تسريح انا مش حاكم صغير انا حاكم كبير طيب انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجة وده سؤال انا هسأله مش انا اللي هجاوب عليه Runه كابتن ناصر ولكن هو سؤال وهخليه بأفزهن حضراتكم كده لغاية لما نقدر نجاوب على هذا السؤال كابتن محمد عادل لما جاله التليفون كان بيتكلم من تليفون مين كابتن محمد عادل لما استضافه كابتن شوبر فكلمه في التليفون طيب هو كابتن شوبر كلمه على اول اعداد عند كابتن شوبر كلمه كلم كابتن محمد عادل على تليفون مين وهو اللي اداله التليفون ده سؤال ويعني بالنسبة لي علامة استفاة تمام يا جابت هنتكلم في نقطة مهمة جدا وصمع أفتح أخطأ خطأ فادح أيه فادح ونقول له أنت كمسؤول والمسؤولية كاميرا تقع عليك رئيسك للحكام وأنت تعلم جيدا أن حكامك لا يجب أنهم يطلقوا في أي مدخلات خاصة في تفسير أو شرحة أو توضيح أي حالة تحكيرية هل تقول الكلام ده كلام من دماغك ولا ده كلام طيب أنا بقى لي 37 سنة حكم حكم دولي محاضر في الاتحاد الأفريقي ومراكب ومقيم الاتحاد الأساسور لم نشاهد أبدا حكم بيطلع يفسر أو يوضح أو يفسر توضيح الكرارات ليس ممكن تعلمات التحاد الدولي إيه تبقى لك الحاجة مهمة جدا هل يجرؤ محمد عادل وهو يدير المباراة في الاتحاد الأفريقي أن بعد المباراة يطلع يسرح ويحكي فيه أخطاء أعتقد كان قاعد في البيت مفيش هزار مفيش هزار يجب تدي تعليمات واضحة لكل الحكام ممكن أطلع أتكلم في إيه في حياة العامة أطلع أتكلم أن أنا المباراة كانت كويس سلوك اللعبين كويس ممكن أطلع أتكلم فيه تحضير الزهني والبدني حاجات بتبقى بشكل عامة إنما نتكلم فيه حاجة خاصة بالتحكيم لأن أنا النهاردة أنا ممكن مضمنش نفسي زي ما حصل وتتركت الأمور دخلتني فيه مشاكل كثيرة جدا بالزبط والأمور ديت مش تاخدك أنت بس لما الحاكم الصغير يسمع الكلام ده يا كابتن إسلام لما حاكم الدرجة أقوله والتانية والتالتة دي مشكلة كبيرة جدا لما يبقى حاكم دولي أنت نموذك للتحكيم المصري والحاكم الصغير يسمع منك هذا الكلام يبقى لما بيعمل الغلط ما تلموش أنت نموذك والمسئولية الكلمة كلمة إنك أنت كمسئول لابد أنت عارف الكلام اللي طلع منك تقول إيه وأنا بقوله أخطأ عندما شرح وفسر لحالات الحكمية خاصة بمصر الأهلي كابتن محمد عادل قال نصا أنا بحب يبقى النص قدامي علشان الحاجات دي بتبقى شعرت بتوتر لعبي أز مالك ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة إيه رأيك في الكلمتين دول بس كابتن هنا أنا حادي مثال بسيط جدا لو لمشينا بهذا المثل يبقى في المان يونايتد مع ليفر بول الحكم هنا النتيجة كانت وانت قلت الكلام دي أعتقد قبل كده كانت خمس هدف مقابل لأشيء وارتكب بوكبا خطأ يستوجب البطاقة الحمراء لم يتردد الحكم في إشارة البطاقة الحمراء وهنا بنقول اليونايتد مغلوب 5-0 أنا كحاكم النهاردة أنا عندي حاجة اسمها قانون كرة القدم وهذا القانون لا يتدخل في الشعور أو الاحتواء أو أي شيء من هذا القبيل النهاردة أنا بطبق العدالة التحكمية كابتن الإسلام كل فريق بياخد حقه ما ليش علاقة لأن أنا النهاردة جاي المباراة كل تركيزي أنا أحقق العدالة التحكمية طيب يعني دي ما حصلت شابك كده هو يقول شعرته بتغطي اللعيب الزمالة كلاسة من التحكمية طيب تكلمت مع زملائي في السماعات وقلت لهم دلوقتي إحنا في مرحلة الإدارة سهل جدا أي حد يعمل أي حاجة كرت في كرت وطرد في طرد لازم نحتوي اللعيب يعني ده كلام الكابتن محمد عادل إيه رأيك؟ الماتش مانجمنت إيه هو الماتش مانجمنت الإدارة التحكمية هي موجودة هي محاضرة موجودة بس يمكنت تحكمية مبتولة كابتنية حاولك على سبيل المثال أنا كحاكم شفت إن فيه لاعب ولاعب من هنا ومن هنا حيبتدو يحصل حاجة اسمها الماس كونفرنتيشن اللي هو التشابك اللي ترحين بعض وحيتشابكوا وبالتالي ممكن اللعب يجي من هنا وهنا حيبقوا فيه لعيبة كتيرة ممكن توصل لمرحلة أنا مقدرشا سيطع المبارات لو أنا عنده القدر أن أنا أروح أمنع الكلام ده في البداية يبقى أنا دي إدارة تحكمية قبل مثلا ما تنبي يتخنقوا أو ما أنا رايح واقف في النش داخل وبعد هنا وبعد هنا أم حذر حط إيدي على إيدي الإدارة التحكمية مش إدارة تحكمية إن أنا يبقى اللعب يستوجب البطاقة الصفرة أقول لا ده هياخد الحامرة إدارة تحكمية تانية راكلة لكنية وإنتي بشوف حضرتك إن الحارس أحيانا اللعب يروح يضايقه أو فيه لعيب يشد أو فيه بوقف بروح حاجة اسمها التحكمة الوقائي بمنع المشكلة قبل ما تحدث هذا هي المبررة نقول إيه ماتش منجمة الإدارة التحكمية ليس لا علاقة أبدا بأن أنا لاعب يستوجب البطاقة أقول لا ليس علاقة أبدا أن أنا أحتوي لاعب أنا مش جاي كابتن إسلام أنا بنفذ وبطبق فيما يخص الإدارة التحكمية ما لديش علاقة خالص بيه اللي تقال الإدارة التحكمية إذن لا يمكن أن تكون مخلفة للقانون بالعكس هذه معنى الإدارة التحكمية إذن إقدارات التحكمية ده حكم شاطر اللي أن يمنع الحدث قبل وقع ولكن في الأخير أنا لو ضربوا بعض لا يفع شدي ده انذار وده انذار لازم أدي له أحمر وأحمد مثلا القانون يا كابتن قانون إدارة تحكمية يا كابتن محمد أحنا قلنا إحنا ما قفناش في الحالة التحكمية أنا عندي لقطة كابتن لازم نقف عن ده إنا عندي لقطة كمان لو تجبني لقطة راكلة الجزائي ساميل لو سمحت مرة تانية لان انا الحقيقة انا ببص كده خدت بالي على ان هي اساسا ممكن تكون فاول على على اوباما على ما اتذكر هاتلي كده اللقطة بتاعت راكلة الجزائي مرة تانية لانه اللقطة دي فيها كلام كتير جدا والكرة دي كان ال اهو يعني بص ما هو سامة مسك ايمن اشعر اوباما مسك ايمن اشعر قبل الكرة دي خالص هاتها من اولها شوية بص بص رجلي عالي راحت فينا كابت النزلة الارض اهيه فيش تلامس من تحت فيش حد لامس وهنا لما انا احطي ايدي على التشيرت او انا المس التشيرت كابتن انا باستغلي تلامس المدافع عشان او عمل سكوت اه يعني انا شاب بص يا كابتن هنا عالي معلول مد هو سقط قبل ما عالي يحط رجليه اصلا كابتن قبل ما حد يامل اي حاجة سقط عامد هنا بنقول يا كابتن ايه اللاعب صنع السكوت واستغل التلامس لو قلنا تلامس تلامس بالايد ممكن يكون تلامس بس مش هدي لو اعطك لانت واخد بالك وهنا واخد قرار بالسكوت اه شكا انا قلت ايه راكلة جزاء وانا هنا في الدفع موجود والدفع موجود ولكن هل بنحلل الحالة التحكمية هو بيقول حاجة وعصان عفو تعالى حاجة تانية ايه لو بتكلم عن الكرة دي هل دي تحسب فاول على اوباما اساسا وهنا ممكن يكون فيه اعتراض لاعب هنا اعاقة لاعب هنا اهو فيه الاعاقة ايه انا لاعب راح لكورتي لا راح لكورتي ولكن باردك مش هروح اللاعب دي كابتن اسلام مفيش راكل جزاء فيش راكل جزاء اساسا اطلاقا وعدنا المباراة وقالنا خلاص نقفل انما اللي حصل بعد المباراة شيء يدعو الى التحية حول لك الحاجة مهمة جدا ايه كابتن اصبع فتاح معين سبع حكام في هذه المباراة الحكم ميدان حكم مساعد رقم واحد حكم مساعد رقم اثنين الحكم الرابع وحكم دول كبير امين عمر وعندنا اثنين في الفار الفار والإيه فار واستحدث ودي مشكلة خلي بالك الحكم المساعد الاحتياطي وده مش موجود في الاحد المساعدة حكم الايه؟ المساعد الاحتياطي اللي هو كان كابتن سامي هلال اللي هو وظيفته ايه؟ ان لو الحكم الرابع حصل له مشكلة ينزل مكانه لو الحكم المساعد عامل حصل له مشكلة ينزل مكانه اذا النهاردة عندي كان في الملعب في الميدان سعب عندي خمسة واثنين في الفار طيب انا بس عاوز لقطة افتركة الجزاء لقطة الجزاء اللي هي الكرة نزلت فيها كابتن اسلام لان هنا يجب ان يتم محاسبة الحكام لما كرة تنزل أثناء تنفيذك الجزاء ما ينفعش اقول انها مشوفتش لانها عندي حكم رابع برا حكم احتياطي برا وعندي حكم مساعد اللي هو جنب جنب في المنتصف تلت حكام ما يشوفوش هنكمل كلامنا عن النقطة دي لانها نقطة اهمة جدا لانك خلينا نطلع فصل وبعد الفصل هل الكابتن محمد عادل شاف الكرة اللي تشاطت ولا لأ الكرة اللي تلعبت جوه الكرة التانية اللي تلعبت جوه ولا لأ أثناء تنفيذ علي معلوم راكلة الجزاء لانها هنشوفه بعد هذا الفصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كابتن ناصر حالكم تتكلم عن لأكرة الكرة التانية اللي نزلت وقت تنفيذ علي معلوم راكلة الجزاء التانية اللي احتسبت لصالح النادي الاهلي وكان لك رأي فيها مزبط كابتن اسلام يا ريت بس نجيب لأكرة كابتن اسلام المزودة ده مر مرور الكرة ما كانت نقص يعني كابتن اسلام مر بس هجيب الكرة هاقف ستوب السؤال كابتن اسلام حصل حدا كنت كنت لعب كبير جدا جدا ماذا لو الكرة ديت اترمت بدر شوي وراحت عند علي معلول وعلي معلول بشاط سجل راحت خرج الكرة بار دي واحد راحت عند ابو جبل وابو جبل الكرة دخل الجوه السؤال ايه لا يحصل حاولك قلن حاولك اولا من حق اللعب هنا طالما الكرة دخلت واصرت عليه وهو بصد راكل الجزاء من حق الحكم يعيد راكلة الجزاء تمام هل لو علي معلول خرج الكرة دي بره والحكم جيعت كنت لعيب الزمالك هتعمل ايه اعتراض اذنان انا كحكم عملت مشكلة نفس الشيء لو كان ابو جبل صد واصرت على علي معلول كان الحكم هيعيد اذن انا عملت مشكلة من غير مشكلة طيب نيجي بقى للكرة دي انا قلت حدثك في حكم رابع موجود بره وفي حكم مساعد اللي هو بيبقى واقف على خط المتصف وفي حكم مساعد احتياطي ثلاثة لان بيبقى حاجة زي كده كابتن عصام وتطلع تقول احنا مشوفناش مين اللي رامت الكرة دي لأ لابد ان يكون الحكام النهاردة على الاقل لان هنا يعاقب طبقا للقانون يعاقب اللي الدكة اللي رامت الكرة طيب انا معربتش مين انا بروحك حاجة للمطاقة الفنية بسأل المدير الفن مين اللي رامت الكرة تبقى للقانون قال لي ما عرفش كرت احمر للمدير الفني على طول قال لي فلان كرت احمر اذا هنا انا بكلم لك احنا مش مين لعب بقسم تالت ولا قسم احترام طبعا لقسم تالت وقسم الرابع مش مين لعب مباراة ناشئين احنا تلعب في مباراة دوري محترفين الرابطة الآن دي عامل حاجة جميلة جدا جدا لكابتن اسلام اي لا يسحن في تنفيذ لك الجزاء تنزل كرة دي في المباراة ونعد اطلع كتاكم التحكيم مش عارف مين اللي رامى الكرة لان كانت ممكن تحصل فيها مشكلة اقول الكلام دوت ليه لانه ممكن تتكرر مرة واثنين وثلاث يا كابتن عصام من فضلك تحقق مع حكامك وتقول ان كنتم كنتم مسؤولين وهذا الحدث لا يمر مرور الكرة حقيقة برضو النهاردة كابتن عصام رئيس لجنة الحكام قال بتصريحات لي انه ليس من حق الحكم ان يحل الحالات التحكيمية احتزابها خلال المباراة وفقا للواح والقوانين هقف هنا يا كابتن يا كابتن عصام انا رسالة لك من قناتنا الناصر عباس اولا عصام صديق الله جدا ايو اشتغلنا مع بعض ست سنين افضل ست سنين اشتغلنا مع بعض انا وهو عملنا تحكيم كويس جدا جدا كابتن اسلام كنا مركزين في شغلنا كابتن عصام حضرتك اللي سمحت للحكم يطلع ثم تصريح ليك بعد كده ان الحكم ما اخطأش وان كل اللي قاله محمد عادل كلام طبيعي وكلام عادي جدا جدا وكنت مؤيد تماما ان محمد عادل قال الكلام ده فوجينا بتصريح ثالث اللي هو تقريبا امبارح ان اسلام عمفتاح يوكو في الحكم بسبب تصريحاته اللي قادل بها في المواقع نعم طيب انت الوقتي حضرتك حضرتك مين وبعدين ايته ورجعت وقفته كابتن الكلام ده ما ينفعش ممكن ما يكونش حصل ان هو ما وقفه ما حدش عارف لا هو طلع قال كده كابتن هو طلع قال كده هو طلع في بعض البرامج قال ان انا وقفت الحكم لان هو طلع شرح وفسر اتحالات التحكمية كابتن عسام انت مسؤول كبير ما كان يجب عليك انك انت تدي تعلماتك لحكمك حاجة تانية للمحمد عادل محمد انت حكم كبير حتى لو انا رئيس لجنة الحكام قال لي اطلع في الاعلام اقول له لا ما ادرش لا اطلع بس اتكلم في العام اتكلم في العام اتكلم في تجهيزي في تجهيزي البدني في الزهني في الكوبريشن بين بيني وبين الحكم المساعدين تعاون اتكلم في الامر دي اتكلم في النبرة ازاي حضرت نفسي لها اتكلم في ان ربنا وفقني ونجحت اتكلم ان في عوامل مساعدة فريقين والسلوك والجمهور الجميل وانما ما اتكلمش ودي ما حصلتش في التاريخ كابت ان احد يطلع اي حال الاخطاء التحكمية دخلت نفسك في مشاكل محمد والنهاردة انت عندك مشكلة هل انت النهاردة محمد هتحكم للأهل هل هتحكم للزمالك ده السؤال لا كابتن هو انا برضو مش هو ده الموضوع بعيدا عن الاهل والزمالك لو كابتن محمد بيحكم مبرامة بين ناصر عباس وإسلام خلاص وبعدين جي ناصر كسب إسلام او كسبان الشرط الأولي 3-0 انا هيجري بقى ناصر لكابتن عادي احتويني يا كابتن ماذا هو ده المعنى الكلام ده وارد كابتن اه انت هديني بقى شوية كابتن عشان يعني انت في المدش قبل كده حصل مننا كذا بزبط يبقى نهاردة حالك هدي شوية وده اللي هيحصل ده بلاش محمد عادل طم ممكن نهاردة اي فريق مع اي حكم تاني كابتن ما هو محمد عادل احتوى اللعي بقى ما احتوينا انت كميع يعني انت نهاردة سنت سنة يا كابتن المشكلة اي كابتن لم يكن حكم دول كبير من فضلك من فضلك حاسب على كلامك كل كلمة تطلحها انت مسؤول عنها عندك الحكم تحت الاختبار الحكم درجة الثالثة والتانية والأولى كلهم بيقلدوك احنا قلنا لمباراة كويسة خلاص الناس كلها تلعت اشدد انما ما حصل بعد المباراة طبعا كلام خطير يجب ان يتعاقب عليه الحكم ويجب ان يتعاقب عليه من اداله التصريح انه نهاردة في تحاد كرة مسؤول ماينفعش اتحاد الكرة من نهاردة حتى لو ريس رجل الحكام يدي تعلمات الحكم يطلع لو بدي نكون فيه اتحاد الكرة وقفة مع ريس رجل الحكام ايو انا بكلم بأمانة لان الحصد ده كانت النهاردة احنا في بداية مسابقة كل المسابقة جميلة جدا جدا واحنا كنا بنشهد رابط الاندية ولكن التحكم في عدم انضباط من فضلك من فضلك يعني انا كليس لجل الحكام يلي تبطل تصريحاتي بقى الكتيرة كل حالة الحكامي هطلع حلالها كابتن هقولك على حاجة جميلة جدا مش هقول اسماء للتحادات الاحلية بس هم قريبين مش بعيد عننا ايه الماشي بشكل جميل جدا اتحاد ولجل الحكامي لها موقع خاص بلجل الحكام كل اسبوع بتجيب الحالات الجدلية كابتن اسلام بيطلع المسؤول يحللها بالشفافية وعدالة وبيقول ان انا عندي خطأ من حكمي في مباراة كذا وعندي حكم الفار كذا بطلع من منبر او موقع تحادل الكرة ولكن ما ينفعش كابتن عظام تطلع في كل قناة تقول مرة ان راكل الجزاء كانت 50-50 وبعدين مفيش في التحكيم 50-50 مفيش في التحكيم يا كابتن عظام 50-50 انت بتدي اوبشن للحكم النهاردة انا هحسب 50-50 وكابتن عظام هيبقى صبورت لي لا كابتن 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 جميل حكامنا هقولي 50-50 بتألي امتى كابتن اسلام لما انا عندي النهاردة حالة جدلية انا كلاجنة فنية وبعمل تحليل لحكام 40 حكم بنعرض الحالة وبناخد رأي الحكم كابتن اسلام انت حكم مباراة انت كانت نسام خدت فيها قرار احتساب راكل الجزاء انت احتساب تليه بتقول رأيك طيب بناخد تصويت للاربعين اللي قاعدين جماعة فانقسمنا فيه 20 قالوا راكل الجزاء وفيه 20 قالوا مش جزاء احنا كمان لاجنة فنية التأدير مش عارفين هنا بنعمل صبورة للحكم في القرار دي بتبقى في الغرف المغلقة كابتن اسلام حالة جدلية اختلفنا فيها بتبقى في الغرف المغلقة لما ما يطلعش انا كمسؤول اقول اني 50-50 وبعدين بعديها بيوم اقول اني راكل الجزاء غير صحيحة لا انت يعني انا بقول السهلة للعصام يريد تخفي من تصريحاتك وتركز انت عندك شغل كتير عصام وعندك مشاكل تحكمين من المسلم اللي فات راكز في شغلك لان المسابقة لسه طويلة ما تحجين حكام تركز لانك انت هتطلع في كل قناة حلل هتغلط وحتعمل صبورة لحكامك مش مقبول خلي عندك الشفافية والوضوح حكمك اخطق اقول هنحترمك وانه انت حكم رئيس رجلنا فعلا عندك خطأ في حكم اقول خطأ مساعد اقول والبعاق الحكامي نركز شوي مع حكامنا اني مش هطلع كل مرة اعمل صبورة وادفع الحكامي ما ينفعش وانت عندك منبر عندك منبر في تحدي الكرة تطلع من خلال الدكال ما ينفعش اطلع من قناة دي اخش قناة دي لا كتير قوي 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 صور كابتن عصام والأسف الشديد الكلام متناقت ما يقول لحضرتك انا سمعت انا سمعت انا سمعت عشان كده بقوله هو قال ان راكلة الجزاء من فوق وكابتن عادل محمد عادل قال ان راكلة الجزاء من تحت يعني خبط رجله وده قال مسكه من ايده طب انا صدق مين مهانا نهارده كبين كابين كاريس ريس لاجل الحكام حتى بعد المبراه مفترض ان انا بسأل الحكم حتى ان احنا نستمعونش ميتنج للحكام محمد انت حساب تراجل الجزاء دي كابتن انا حساب تراجل عشان واحد اتنى ثلاث يبقى ان حتى كاريس لاجل الحكام لما اطلع اقول عارف يبقى اطلع اقول زي الحكم زي الحكم انما الحكم يقول من تحت وانا اقول من فوق هذا بعدها كمان اه ولا من فوق ولا من تحت ولا في راكل الجزاء خالص وانحنا قلنا قلنا الكلام ده ولكن احنا قلنا تماشيا مع احداث وسيل المباراة والضغوط على الحكم ان نمر هو مرد المباراة وانحنا هنا كابتن احنا عاوزين نساعد اه لما احنا هنا والله والله هنا كاريس لاجل مش مجملة دائما وابدا كابتن الاسلام وانا اقول الكلام ده لما بيجي بحالات الحكمية عمره ما كنت قاسع الحكم اي ولما بيأخطأ الحكم بقوله ازاي تطور من ادائك ولو عندي فرصة في التحليل اجيب تعديل اوله انا كل ده بساعد لاجل الحكام طبعا وبنساعد الحكام كلهم اخواتنا ولكن يا جماعة احنا انت مش عاوزين نساعد نفسيكم انت كاريس لاجل الحكام يا كابتن عصام خف من تصريحاتك اللي حصل ده انت اخطأت فيه اطلع اقول ان الحكم اخطأ بالزبط كده اطلع ايه المشكلة اتعرف يا كابتن موسر هي دي المشكلة هي فيه مشكلة يا كابتن عصام وليه حضرتك بتدافع عن الخطأ اللي كل مصر معترفة ما تطلع تقول يا كابتن الكلام ده هو اخطأ في تصريحاته بهذا الشكل فليه حضرتك بتدافع عن الخطأ بالزبط كده ايه المشكلة يا كابتن عصام محمد عادل اخطأ او مقدرش يتكلم فيه الامور العامة ودخل فيه نقطة لا هيتعاقب لان يا كابتن نهارده عشان يبقى فيه انضباط حولك الحاجة معين جدا انا بحيي نادل الاهلي يا كابتن كمجل صارت نادل الاهلي هو نهارده نادل الاهلي لما بيجي اعترد بكل اسلوب بكله فيه احترام وتقدير للتحكيم وراجل بيطلق بحق وبعدالة عمر نادل الاهلي يتطول على الحد ولا قال لأدب على الحد ومجل الضارة دايما دايما حارس على النقطة داية انهي بقى فيه تواصل ما بينه وما بين عناصر اللعب هل يقول الكلام ده ليه كابتن عصام حسب حكامك ركز في الدوري اللي جاي الامور صعبة هتطلع تحلل والحكم يطلع يحلل يبقى احنا النهاردة مش هنشتغل هي دي المشكلة اللي احنا عندنا كابتن اسلام يجي مجدون نقطة انضبط من النهاردة تسعة تيام حضرت هل بيرجع كابتن عصام من تونس بقى عشر تيام هيوض عشر تيام في تونس البطولة من تسعة لسبعت عشر وده سأقول بسأله كابتن عصام النهاردة انت عندك من تسعة لسبعت عشر بالزبط كده هو ينفع رئيس لجنة حكام رئيس بعثة دي مش طالع مش طالع بهار ولا تفسح انا عندي بعثة انا منسؤول عنها لاي مشاكل حصلت لكده كابتن نصر مش ممكن طبعا حصلتش صح ولكن هو كمان يعني هو مش هبقى رئيس بعثة بس يعني هو رئيس بعثة وعنده محضرات لحكام هناك في البطولة بيشرف مصر طيب احنا عندنا عشر تيامة كابتن ما انا استفيد بهذا الفترة عندي مشكلة احنا لسبعة الأول ما عداش كده خلي بالك هناك اخطاء التحكمية في السبوع الأول والتاني والتالت انا عالجي الاخطاء دي قامت يعني كان هيجب وانا بقول رأيي وما تعالش مني عصام ان انا بعتذر هو فيه مساعدين في اللجنة طيب مساعدين فيه ممكن يقوموا بمهمة الكابتن عصام هو رئيس بعثة او من لافر تونس وما اعلنش اللجنة هو اعلن اللجنة هي دي بقى ان احنا بنتكلم فيها انا النهاردة كلفت يا كابتن عصام من تاريخ واحد عشرة بتشكيل لجنة الحكام الرئيسية المفترض انها اطلع بشفية عشان نقدر نقول من اللي بيشتغل يعني انا كان رجل انا كان رجل عادي عاوز اعرف مين لجنة الحكام عاوز اعرف حتى كمان مين مزك الملف المرقبين مين مزك ملف المحاضرين مين مزك ملف التعينات هو انت يا عصام بتعمل كل حاجة ما انا عايز اسأل لما انا سؤالي بردك ما هذه حاجة بردك تحاير اقول لحدك بس السؤال بالوقتي كابتن عصام مسافر رئيس بيعسام سافر تومس محاضر الدولي بيشرف تمام زال كل طيب مين اللي حيقوم بالمهام اللي موكلة للكابتن عصام خلال هذه الفترة عندنا عشر تيام عندنا اخطاء حصلت في الاسبوع الاول والاسبوع التاني والاسبوع التالت اخطاء اقل ولكن تحتاج الى مراجعة وتحتاج الى فيديوهات وتحليل وكذا 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 هل هناك شخص اخر بيقوم بعمل كابتن عصام وهو مسافر او هو موكل اسلام ناصر محمد علي او اي لجنة يمكن معرفش الكلام ده عشان كده بسأل حضرتنا تمام هو في لجنة لجنة المسلم الماضي هي بالكامل موجودة حتى الان اوكي يعني مفيش حد منها خرج رغم كل الاخطاء بتاعت المسلم اللي فات طبعا ومعهم تقريبا معهم تامر دوري ومعهم أحمد وبلعيلة واعتقد حد تاني اذا اللجنة هي بكامل قومها موجود ولكن توزيع الأدوار احنا مش عارفين بالزبط انا بس والله بجد هو ده سؤال مهم مين بيعين حكام الوقت احنا عندنا مشكلة غير نعمين بيعين احنا عندنا مشكلة دلوقتي بقالها ثلاث أسابيع ظهرة ان هناك بعض الأخطاء اقل من السنة اللي فاتت ولكن هناك أخطاء بالزبط في أول ثلاث أسابيع خلاص تمام مش المفروض الحاجات دي وحالك قول لي أول لا تمام مش المفروض الحاجات دي يتم مراجعتها ويتم تصحيحها هل ده بيتم والكابتن عصام بره مثلا انا بس محتاجة فيها من النقطة دي بس جابتن اقول لك العاج هو المفترض ان الرئيس لجنة يعني خلينا نكون هو المسؤول وخاصة اننا احنا في فترة حارجة ما ينفعش أسيب الفترة دي لان انا عاوز يعني اصلح او احسن الصورة الزهنية عن التحكيم من الموصل الماضي وبالتالي يجب ان انا تواجد حتى لو انا عندي القدرة في ان الناس هناك بتشتغل في لجنة الحكام وفي ناس افضل بتشتغل بشكل جويس ولكن وجودك مهم جدا جدا في هذه الفترة لان فيش شكل المسؤول دايما انه بقى موجود الكل بيعمل حساب ولكن ما ينفعش ان انا في هذه الفترة الحارجة اسيب الحكام واطلع سافر 9 ايام وانا النهاردة ما عملتش في تباكل الحكام في الأسبوع الأول والتاني والتالت او على الأقل للأسبوع والتالت لا اول انت محتاجة انت تراجع وتصحح ما حدث خلال الثلاث أسر بالزبت وتقول للناس عموما احنا كل ده بديتكلموا ليه بديتكلموا لانه احنا داخلين على ثلاث مباريات عندنا فترة راحة وبعد كده داخلنا على ثلاث مباريات في الدولة العام وبعد كده هيتوقف تاني وبعد كده هنرجع تاني فبالتالي عندك توقيتات ان انت تقدر تصحح ما ترى خطأ او ما يرى جميع خطأ الحقيقة لكن انا لا اشكك في نزاهة الكابتن عصام لا اشكك في نزاهة اي حكم موجود ولا دهجوم على لجنة الحكام ولا على كابتن عصام سيب لجنة الحكام في هذا التوقيت اللي هو اول وقف بعد او اول توقف دولي بعد ثلاث اصبع وفرصة للتصحيح والمراجعة ممتاز وسيب كل ده وسافر علشان تأكيد اللي كلمك كابتن عصام تأكيد اللي كلامك ايهما اهم من وجهة نزاه حدودك المصابقة الدور العام بكيانها الكبير ده ولا انه اطلع في دوره وده ايهما اهم انا كريس لجنة الحكام مش مهمتك ان انت ده قصة تانية دي انا بكلم فيها لكن انا بكلم ان 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 عندي انا داخل كابتن انا جاي في فترة حصلت الموسم اللي فات اخطأ كتير جدا جدا ايه وانت قلت ان العشرة في المية بس اللي جاهزين اذا انت عندك 90 في المية يعني 90 في المية محتاج تجاهزين بدني فني تكتس قانون تفسير شغل كتير جدا 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 اهو عملت معسكر شهر بس ليه كف انت بتكلم فيه منظومة كبيرة من التحكيم حكام محاضرين مراقبين لا انت بحتاج الشغل كل يوم تشتغل مظبوط وخلي بالحضرتك ان الاتحاد من المفترض ان هو متفرغ للتحكيم لان التحكيم للتحكيم والمتخابات الوطنية او للجنة التحكيم والمتخابات الوطنية بزرط ليه لانه الرابطة خدت كل حاجة الباقي كله مع الرابطة بزرط وكل المسئولات التنظيمية ووجع الدماغ والعقوبات وكذا كله مع الرابطة فبالتالي انا كلجنة ثلاثية انا فاضي او لجنة ثلاثية بقى دلوقتي معرفش انا فاضي ان انا الكابتن عصام هو اللي مسئول عن التحكيم جبت الكابتن عصام كالقيس لجنة التحكيم فانا بقول للكابتن عصام يا كابتن عصام لما الاتحاد الكورى يقول للكابتن عصام ركز بقى مع الناس بتوعك وزبط يعني امتى يحصل الكلام خاصة ان كانت انت جاي بعد مشاكل اصام عصام عصام قلزت نفسه ان المسلم اللي فات كانت هناك مشاكل تحكيمها كثيرة وقال ان الحكام ممكن فترة ديت ما خدوش حاجة خالص تحكيم وبالتالي الحكام هنا لابد ان انا اشتغل عليهم كتير طيب يا كابتن عصام احنا قلنا فترة توقف انت لابد ان كنت تكون موجود لانك انت النهاردة وجود الرئيس والمسئول دايما اكيد بالكل بيهتم ولكن عدم موجودك في هذه الفترة ونحن ندخلنا على دورة عام كبير وعندنا مشاكل في الاسبوع الاول والتاني واختلافات من الفور ورجع لحاجة الاسلام فيه ركلات جزائي لانت احتسب في الاسبوع الاول والتاني 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 وركلات جزائي احتسبت بالخطأ وفيه مشاكل ما بين الفور اه حاجات قليلة ولكن يجب انك انت عشان تكمل اللي جاي خاصة انت جاي على مشكلة ومشاكل كتيرة يجب انك انت تتواجد انا بقول حاجة واحدة بس كابتن اسلام اصلاب انا اكلمتك بعد المباراة وانتك على المباراة وقلتلك اشتغل ان محتاج شغل كتير جدا جدا وقلت له احنا دايما احنا مع الحكام والحكام كلهم اخواتي والنادي الاهلي تاني بقول وبأيد من ضمن اهم الناس اللي كان في فترة فترات التحكيم كان كله مهزوز للاهلي وقف ودعم وساند ولكن النهاردة كابتن اسلام من فضلك حاول تقلل تسرحاتك وركز مع حكامك وما حدش حد يطلع من حكامك يطلع يصرح لان هذا دي عدم انضباط وعدم انضباط احيانا بيؤدي الى مشاكل كتير يا كابتن اسلام كابتن ناصر شرفت ونورت انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا نورت المحكام شكرا كابتن اسلام انا تمنى كابتن اسلام وانا عارف انك انت من ضمن الناس اللي دايما في بداية الحلقة بدعم التحكيم من ناصر لا طبعا طبعا مش مجامل لك والحاجة انت دايما وابدا حريص على انك انت تقف مع الحكام وفي كل الحلقات ولكن احيانا بنقول احنا بننقض عشان الامور تمشي في شكل كابتن اسلام واحد من اقرب الناس ليا انا بحبه جدا وبثق فيه جدا واول ما جيه اشدت به جدا لان انا عارف ان هو رجل نزيه هو رجل كويس جدا وكل حاجة ولكن اذا كان هناك انتقاط في اداء فانا هقوله يعني لو حضرتك اللي موجود رئيس لجنة حكام وحديك قاعد معنا وبتتكلم وكذا 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 وروحت لجنة الحكام واخطأت هتلاقيني بقول ان كابتن ناصر اخطأ في كذا وكذا وكذا لان انا بنتقد اداء ما بنتقدش شخص بروب عليك انا بأكد على كلامي للمرة المليون عشان محدشي اول الكلام انا لا انتقد اشخاص انا انتقد اداء لكابتن عصام او لكابتن محمد عدل او اي حكم فده ده شغل لازم نتفيني رأيك عشان ايه عشان الامر تمشي بشكل افضل مش بننتقد مجرد الانتقاد او بنتكلم عشان خاطر نعمل مشكلة لكن هنا من خلال حضرتك وصدقني مش مجامل ومن خلال السجد التحليلي في فقرة التحكمية بننتقد عشان ننهض بالتحكيم ونطور التحكيم نتمنى زي ما حدتك قلت فترة جاية عصام انت عندك شغل وانت قادر ان انت تشتغل فيريد تفرغ نفسك احنا محتاجين تحكيم افضل في الفترة اللي جاي شكرا ركبت الناصر على وجودك معنا شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله بكرة هنكون مع حضراتكم عفوا هنكون مع حضراتكم بكرة على الهواء مباشرة كل يوم بنيمقى معاكم من الساعة 12 للساعة 1 بنتكلم في كل ما يخص النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير